المشروع المواطنين كافة وبيبدو برضا غير واضح الملامح بالنسبة للشعب اللي هو بيتطلع انه الرئيس اللي جاي يحمل مشروع الثورة ويقود حركة وضع اهدفها موضع التنفيذ في هذا الاطار احنا دعينا لهذه الندوة بعنوان المشروع قبل الرئيس بهدف ان يتم التركيز على ما يطرحه المرشح من رؤية وما يقدمه من افكار عملية قابلة للتنفيذ لمشروع طموح ينقل بلدنا الى الوضع اللائق بيها وسط الامم والوضع اللائق بصورة عظيمة قامت واشادة بها الجميع بتهدف الندوة الى استشراف افاق الافادة من طاقة الثورة المصرية وزخم المدد الديمقراطي فيه سياغة مشروع طموح للنهضة بيركز معاً على المعدلات تنمية طموحة وعدالة اجتماعية وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمية وبيشارك في الندوة يعني مشارفونا هنا عدد من ممثلي الحملات الانتخابية للمرشحين اغلب المرشحين اللي اتصلنا بيوم هم طبعاً البرامج الجولات بتاعتهم مزدحمة في جولات خارج القاهرة انما الاعتذر قال انه هيمثلني في الندوة ممثل يشرح وجهة نظرنا او مشروعنا ايه للنهضة اللي هو عنوان الندوة وايضاً الهم دوت هم انه مشروع النهضة فين وممكن يتم بازاي لم يقتصر على المصريين في الداخل فقط وانما يعني هذا الهم ايضاً شغل بال اكتر من عدة ملايين مصري في الخارج و بردك بيحضر معنا النهاردة ممثل عن المصريين في الخارج الدكتور محمد المصري رئيس المركز العربي للتنمية والاستراتيجية وهو عمل جهد مشكور في انه عمل ورقة عمل بتستعرض نمازج التنمية الناجحة في ست دول حققت مشروع نهضة وبنأمل انه المشروع النهضة المصري ان ما كانش يحكيها يعني يحكيها او يتفوق عليها ان شاء الله فبنرحب بالمشاركين جميعا وهنستهل اللقاء بعرض مختصر بورقة العمل اللي مقدمها الدكتور محمد المصري فليتفضل ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 عزيز والأستاذ خليق رشاد والزملاء في مركز أبحاث ودراسات الشرق العوسط على الدعوة الكريمة وعايز ابدأ بقسم في جو وعدم الثقة اللي بيسود الساحة السياسية في مصر المحروسة عايز ابدأ بقسم واقول اخسموا بالله العظيم اني لا انوي الترشيح لرئاسة الجمهورية ولا انتظر منصب ولا انا عوض في حزب قبل وبعد الثورة ولا اسعى للشهرة ثانيا عايز ابدأ بان انا اقول زي ما مارتين لوثر كينج الرجل الافريقي العظيم اللي كان بيقول اي هاف ادريم انا عندي حلم فانا انا عندي حلم في مجال الترشيح لرئاسة الجمهورية في مصر المحروسة ان تقل القبلية والشخصانة وتزيد منها البرنامج قبل الرئيس ولازم نفرق بين الاهداف وبين الوسائل وان الاعلام يساعد في بلورة هذا المشروع انا هقدم ملخص سريع بعد دراستي لست دول هي الصين والهند وماليزيا وتركيا وجنوب افريقيا والبرازيل والحد علمي ان مفيش حد في مصر عمل دراسة موثقة منتظمة بمراجع للست دول دول واستخلص منها برنامج انتخابي لمصر بحيس ان يكون الاهداف يعني عملية ممكن تتحقق فانا عندي حلم ان شخصانة والقبلية تقل والبرنامج هو يبقى هو المؤسس لهذه الانتخابات وعندي برضو حلم ان كل مرشح الرئاسة ياخدوا البرنامج ده البرنامج ده مش اختراع انا انا بس عملت الدراسة واستخلصت منه طريقة عملية في تحقيق اهداف الثورة اللي هي العبقرية اللي هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية العيش طبعا يترجم للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معروفة ولازم تعمل تنمية اقتصادية عشان تحقق العدالة الاجتماعية والعكس الصحيح والحرية طبعا مهمة جدا وما فيش حرية بدون تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية لان لا حرية للفقير ولا للمريض ولا اللي خايف على اكل عيشه واو بعد ما يصرف دم قلبه على ابنه او بنته الخارج الجامعة بيحاول ان هو يوظفها وهي قعدة في البيت او هو قعد في البيت فالحرية للاختيار طبعا مش ممكن تبقى موجودة بحقيقتها للفئات دي المهمشة في مصر المحروسة الحلم برضو ان البرنامج اللي انا هقدمه ان كل المرشحين الرئاسة يخدوه كبرنامجهم انا بدهولهم كهدية عشقا في مصر انا من شبرة واصلا من المنوفية فانا يعني مصري يعني قبن عن جد ل اجيال كثيرة الفايدة ان هما كلهم يتبنوا ان سواء عندنا رئيس القادم يميني او يصاري اسلامي او لبرالي او علماني يحقق هذه الاهداف والشعب كله يحاول انه يحسب على تحقيق هذه الاهداف وبعد كده لما يجلنا رئيس تاني بعد خمس سنين ياما نفس الرئيس او رئيس اخر حتى الرئيس الاخر بعد الفطرة الاولى يبتدأ هو يكمل لان دي خطة عشرينية مش ممكن تحقق انت القصة ديا في فطرة انتخابية رئاسية واحدة وعندي حلم ان الزملاء في الاعلام ومنهم كثيرين هنا يبتدأوا يغيروا الحوار بدل ما المرشح الرئاسة يقولك ان انا احنا مش قال من ماليزيا تسأله السؤال التاني طب هتعمل ايه؟ يعني انا فجئت النهاردة الصبح بقرأ الجرائد الصباحية واحد مرشح رئاسة بيقول ان انا حقق لمصر انها تبقى في الدول المتقدمة فاربع سنين طبعا كلام ده هو كلام بطيخ مينفعش لان ماليزيا لما عملت الخطة تلاتينية تلاتين سنة بتبدأ من الف تسومية واحدة سعين عشان تحقق كده انت طبعا انت تقول ارفع فاربع سنين ايه هو مش فاهم او هو بيبيع على الناس والناس المفروض تسأله احنا بعد خمسة وعشرين يناير في الوعي السياسي موجود جدا ومفيش حد من المرشحين الرئاسة يفتكر ان هو هيغش الشعب دو خلاص انتهت المرحلة دي فلازم ايه؟ يعني يفهموا ان الشعب ده غير قبل خمسة وعشرين يناير ويعملوا الجدول الانتخابي بتاعهم يعني بجدية شديدة جدا القصة الاخيرة ان انا عايز البرنامج الانتخابي اللي انا بقوله وعلى فكرة كل البرنامج نشر امبارح او اول امبارح مش في يوم الخميس اول امبارح في العدد لأسبوع في نهضة مصر لو ما قدرتش تجيب النسخة دي تقدر تشوفها على الويب سايت بتاعنا عصر مصر اسر ايجبت وفي ورقة في اخر الترابيزة فيها ملخص بياني اللي احنا اللي انا هقوله دلوقتي والتفاصيل موجودة في الويب سايت بتاعنا وعندنا دلوقتي فيسبوك والفيسبوك سميناه برنامج البرنامج قبل الرئيس وانا اشكره لأستاذ خليل ان هو انا يعني استفدت من الكلمتين دول واحنا اخدناها شعار للفيسبوك لشباب مصر في الداخل والخارج نيج بقى النقطة المهمة اللي انا بقول عليها ان بس مش مرشح للرئيسة كلهم يتفقوا على هذا الانتخاب على هذا البرنامج ويبقى المنافسة الحقيقية مين اللي يقدر يحقق البرنامج ده يعني خلاص البرنامج خلاص اتفقوا لان هو فعلا هتشوف البرنامج الراجل البرنامج عامل جدا ومستخلص من التجارب ست دول اللي هي كانت نمية والغاية بالوقتي نمية وحققت معدلات عالية جدا بس بطريقة عملية وانا مستعد اشرح كتير بس انا طبعا مش عايز اخد الوقت كله فلازم الاحزاب السياسية والقوة السياسية داخل وخارج مجلس الشعب والشورى ان هما برضو يتوافقوا على هذا البرنامج ولازم الرئيس الجديد يحشد معه الشعب كله بما فيه الكنيسة بما فيه الازهر بما فيه الاعلام بما فيه المدارس على اساس ان هو ما يقدرش هو يحقق البرنامج دول بدون حشد هذه القوة كلها الاحزاب كلها اللي انتخابته واللي ما انتخابته الاعلام كله اللي ايده واللي ما ايدوش الى اخرى الى اخرى لان لما تشوف انت القصة ديا ان ما يقدرش واحد بس هو المهمة الرئيس القادم انه هو يبقى قائد بس يبقى قائد تنفيذي لهذا البرنامج فانا درست الست دول دول وبعدين قلت ان فيه لازم فيه اربع حاجات لازم تقل فاربع سنوات وفيه اربع حاجات لازم تزيد في اربع سنوات الزيادة والتقليل في اربع في عشر سنوات انها تبقى الضعف او للنص يعني لما تحسبها تبقى سبعة في المية اللي مفروض اللي يقل في اربع سنوات ايه الفقر لازم الفقر اللي هو نسبته حاليا رسمي اربعين في المية وفي الصعيد تمانين في المية لازم يقل للنص في عشر سنوات يعني كل سنة سبعة في المية نمرة اتنين البطالة عندنا تلاتة ونص مليون عاطل وبيخش سوء العمل في مصر حاليا تمنمائة الف بيدور على فرصة شغل لازم ده يقل للنص في عشر سنوات يعني سبعة في المية في السنة الارقام اللي انا بقولها دي بتاع السبعة في المية دي الناس عملتها الست دول ده عملتها فمش مستحيلة نمرة تلاتة اللي لازم يقل الاستهلاك خصوصا مدر بالصحة المصريين بيصرفوا خمسمائة مليون دولار على السجاير السجاير بس خمسمائة مليون دولار غير التأثير السيء للصحة فتضيف عليه دول تلاتة اتبع مرات يوصل لواحد ونص بليون دولار في السنة دعني اكتر من المعاونة الامريكية على السجاير والتأثير الصحي دي مصر في عشر دول الاوائل في مرض السكر فلازم وحكاة السمنة وان الناس بتروح تجيب الوجبات السريعة احنا من العشر الاوائل احنا نمرة تسعة فلازم ده الاستهلاك ده يقل نمرة فاحنا قلنا الفقر والبطالة والاستهلاك نمرة اربعة لازم تقل لمعدلات زيادة السكان احنا بنزيد بمليون او اكتر من مليون في السنة فده لازم النقطة دي بالذات لازم تضافر تضافر عليها الازهر والكنيسة والتوعية والاعلام احنا ما بيقولش تحديد الناس ولا قانون يعني هي اللي جربت من الست دول دول بس الصين اللي هي عملت حكاية ان كل اسرة لازم يبقى عندها واحد لكن خمس دول بالتوعية والنبي عشان خطري عشان مستقبل مصر عشان نجيب لك مدرسة عشان نجيب لك مكان في الجامعة بدل ما تبقى عندك اربعة خليهم تلاتة كده فدول الاربعة اللازم يقلوا لنصف عشر سنين ودي مش مستحيل يعني سبعة في المئة في السنة في اربعة لازم يزيدوا للضعف في عشر سنين برضو سبعة في المئة في السنة اول حاجة المدخرات الوطنية لازم ننمي الوعي الوطني ان لما تقالل الاستهلاك يعني وكده وبدل يعني مش معقول ان احنا يعني فطورة الاكل تزيد في رمضان يعني ايه يعني ايه تفهمها ازاي دي ما تجيش فانت لما تقل بالاستهلاك المفروض تاخد الفلوس دي تحطها في دفتر التوفير وتعرف ان الفلوس دي هتروح من الدخار للسسمار بحيث ان توفر فرصة عمل لابنك او بنتك لما تخرجوا من الجامعة فاول حاجة للضعف في عشر سنوات الادخار نمرة اتنين الاستثمار الوطني والاجنابي وقرر الوطني اولا والاجنابي ثانيا بحيث ان الاستثمار الوطني يبقى هو في المقدمة لان ما فيش استثمار اجنابي يجيلك اللي لما تكون انت تاخد المخطرة اولا هو يكمل عليها دول البلاد الستة اللي انا قلت عليهم فانا مثلا في حكات الاستثمار لازم الوطن ياخد اربعين في المية من صندوق الاستثمار العام في السوق المصرية وبعد كده الاستثمار الاجنابي المباشر فيه استثمار مباشر وغير مباشر الاستثمار الاجنابي المباشر يبقى نمرة اتنين نمرة تلاتة القروض القروض الخارجية والقروض الداخلية يعني ناس بتحاجب البنك الدولي البنك الدولي دا ينوسيلة لو انت عندك خطة وعارف انت بالزبط عايز توصل لايه ومين اللي يساعدك يعني في الاستثمار انت تعمل مثلا معتمر كل ستة شهر للمستثمرين سواء العرب الاشقاء العرب واو الاجانب او البنك الدولي والله عندنا مئة مشروع في بعضهم الربحية بتاعته ما تجيش اللي بعد اربع سنين وبعضهم بعد عشر سنين وبعضهم بعد سنة واحدة فيه انواع واشكال ففديا انك انت انت البادئ مش مستنى انت هم يجو لك ويقول لك احنا بندور على استثمار لان الاستثمار لما بيجي من غير ما عندك انت يكون خطة بيروح يعمل له فندق لان العائد بتاعه سريع جدا لكنه ما بيشغلش فيه ناس كتير لكن هامش الربحي عالي فلازم يكون انت اللي هو الوطني نمرة واحد لاجنابي نمرة اتنين نمرة ثلاثة للزيادة اللي هو الدخل القومي لازم الدخل القومي يزيد للضعف بطرق معدة يعني عملت عشر تقريبا عشر حاجات تحتيها الاستثمار الوطني لازم يركز على قطاعات اللي هي وصلت بالبلاد الست ديا لأعلى المراتب يعني مثلا ما تبص انت على الست دول تلاقي انها خصصت مجهود ضخم جدا لهاي تيك اللي هي التكنولوجية المتقدمة الالكترونيكس والسوفت وير فالرابح حاجة لازم تزيد صرف الدولة على الصحة والتعليم والبنية التحتية ورابح حاجة الضعف في عشر سنين اللي هي سبعة في المية في السنة اللي هي بيسموها الار ان دي اللي هي البحث العلمي زائد تطوير البحث للمنتج يعني انا ما بسمعش خالص في الكلام اللي بيقوله بتوع الرئاسة او الاعلام او الباحثين يقولك البحث العلمي عايزين نزوده عشان تطلع البحث العلمي من الدرج ويبقى منتج بحيث ان الناس تستفاد منه بتصرف عليه تسعة مرات يعني تسعة مرات يعني هان هوا واحد وتسعة وبعدين يبقى عشرة كاملة فده التصور بتاع العشر سنين اللي جايين اللي هي الضعف والنص في العشر سنين اللي يعني معنا كده سبعة في المية في السنة انا بسرعة جدا هعمل انا الباور بوينت بريزنتيشن الكلام دو وفيه ورقة في اخر دي الهدف اللي هو الهدف اللي ايه اللي احنا قلنا عليه اللي هو عيش حرية عدالة اجتماعية اللي هما الاربعة والاربعة وبعدين التنفيذ بقى دي مهمة جدا برضو الست دول ازاي تنفذ اللي انا بقولوا بقى ده اعتمدوا على اللا مركزية للأسف مصر لسه ما فيهاش اللا مركزية بالمعنى الحرفي العلمي للكلمة مثلا في تركيا اكتشفوا ان دخل الناس اللي حوالين اسطنبول اكتر من اربع مرات دخل المناطق العشوائية او المهمشة اربع مرات في بلد ودي نفس القصة في كل البلاد اللي انا قلتها فعملوا ازاي قالوا ان كل فيه منطقة معينة يعني في مصر لو طبقنا ديا يبقى مثلا في منطقة سينة فيه هيئة مستقلة اقتصادية مسؤولة على التنمية الاقتصادية والعدالة الاقتصادية مع بعض وتبقى فيها مين اعضاء مجلس الشورى اعضاء مجلس الشعب المحافظين اسزة الجامعة رجال الاعمال ويكون مركزها في المنطقة يعني ما ينفعش يبقى عندنا مثلا هيئة لتنمية الصعيد ومركزها القاهرة في جفدن سيتي ما ينفعش لازم تبقى في اسيوت اللي عاقبه عاقبه اللي مش عاقبه ما يشتكرش ما يشتركش فيها ما يشتريكش فيها شكرا فدي ده لازم مهمة جدا اللي مركزية بحيث انها بتقلل الفساد الفساد موجود في الست دول دول لكن بتقلل الفساد ليه لان لو هو عنده مشكلة في الصعيد وده اقليم الصعيد وليه خصوصية معينة من ناحية الاجتماعية من ناحية السياسية من ناحية الاقتصادية في الفقر اكتر من المصر كلها يبقى هما دول المسؤولين وكل منطقة تبقى عرفة يعني اهل مكة اذرى بشعابها فهم يطوروا التنمية الاقتصادية بتاعة الصعيد غير بتاعة سينة غير بتاعة مثلا القاهرة القبرى غير بتاعة محافظات القناة لكن هما برضو مسؤولين على العدلة الاجتماعية على توزيع البوتجاز والسولار والعيش والبتاع للمنطقة دي ويخترعوا طرق جديدة ولازم دول يبقوا مسؤولين قدام مين قدام رئيس الوزارة او رئيس الجمهورية يعني حسب القانون اللي ينظم الحكاية دي او وكمان يبقوا مسؤولين قدام مجلس الشعب فطبعا لما بيعودوا مثلا كل اسبوعين مرة ويشوفوا ازاي الخطة دي نجحت ويقيموا نفسهم معنى كده ان الشعب اللي موجود في المناطق دي بيحط عينه في عينهم ويقولولهم انتوا ما عملتوش وانتوا ما سوتوش فالمركزية دي المهمة جدا وقلنا في تمثيل الهيئات الاقليمية دي وازاي انيا قلنا على التنفيذ لازم التنفيذ يكون وطني مئة في المئة بحس ان لو جلنا رئيس فلان او رئيس علان لازم التنفيذ ده يبقى فيه حشد لان احنا اتفقنا قبل ما الرئيس يقعد على كرسي ان هي دي الخطة خطة الوطنية احنا بس المنافسة في ايام الانتخابات في مايو ان هو مين القادر ان يدير وعنده البراجماتي على فكرة الست دول دول بعضهم ليهم خلفية شعوعية زي الصين بعضهم ليهم خلفية اشتراكية زي الهند والبرازيل وبعضهم ليهم خلفية لبرالية زي ماليزيا وتركيا وجنوب افريقيا سواء بقى دين تقول ان هو مشروع نهضة اسلامي اه اسلام اشتراكي اه اشتراكي لبرالي اه لبرالي وطني اه وطني يعني اصدي حكاة الايديولوجي دي متخلاش ايه انها ضغطي وتعمي عنيك من اللي هي هي دي الاهداف ودي الوسائل ودي طريقة التنفيذ يعني بقى كل واحد وشطرته ان هو ينفذ كده وبعد خمس سنين والرئيس يقول لك احنا ما عملناش عشان مش عارف ايه ولا بتاعت تقوله مع السلام انت بقى احنا نجيب واحد تاني يكمل اللي بدأوا مش يبتدي يخترع الايه العجلة من جديد فمثلا تحقيق التنمية الاقتصادية عشان مصر يعني يعني اول حاجة تحقيق الاكتفاء الزاتي في مجالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية الامح مثلا احنا مش عايزين نصدر امح فعشر سنين الاولى اكتفاء الزاتي بس يعني سبعة في المائة في السنة فبقى القصة بقى يعني انا مش اخش في كل واحدة واقول واحكي عليها لكن اللي انا قلت عليه ان اكتر من الضعف في مجال الصوفتويل البرمجة والايه والالكترونيات ودي برضو تحققت في الست دول على فكرة احنا عندنا هنا يعني تلمزتي اللي هو تصميم الالكترونيات الدقيقة دول تلمزتي هنا يا اما اسزة في جامعات الهندسة في مصر للقاهرة وعند شمس والمنصورة وقناة السويس والالمانية والامريكية الى اخير وبعضهم عندهم مراكز تصميم تصميم الماكرو تشيبس اللي هي شراح المتناهية الدقة وبيجيبوا بلايين الدولارات لمصر طبعا محدش بيتكلم عنهم في الاعلام وهما يعني الناس بتشتغل لكن احنا عندنا كوادر الصالحة بدل ما يبقوا عشرة يبقوا بيزيدوا 7% كل سنة او يمكن 10% او 20% كل سنة بحيس ان الداخل بتاعنا يبقى من النحية دي نسبته عالية لان السياحة ممكن تضرب في اي لحظة سواء الرئيس جديد او ما الرئيس جديد انها ممكن تطلع وتنزل وشفناها اللي حصل دون في السنوات التانية طبعا السمارف الزراعة مجال البناء والمدن الجديدة ونسبة الضعف احنا قلنا انها 7% في السنة في حاجة مهمة جدا في تجارب السبعة دول دي هل ده اقتصاد مفتوح؟ هل ده اقتصاد اشتراكي؟ لا كل الكلام دون بقى دلوقتي ايه؟ ماضي يعني ما ينفعش فعملوا ازاي؟ ان الحكومة بتقرر عدد من الصناعات والخدمات اللي هي عايزاها تبقى استغلال مئة في المئة بالنسبة لها لاسباب مختلفة يعني مثلا في مجال توليد الطاقة الطاقة عن طريق المولدات النووية لازم تبقى تحت سيطرة الدولة فتقول توليد الطاقة عن طريق المولدات الدين دي تحت الدولة لكن الطاقة الشمسية ممكن قطاع خاص يخش فيها ممكن الرياح تخش فيها حتى الكهرباء من السد العالي ممكن التوزيع تخش فيها يعني أقصد أن فيه لستة قصيرة جدا مفروض الحكومة المركزية تقول أن دي سلطتي الخاصة لاسباب أمن قومي لاسباب أخرى ممكن تقولوا وتفسرها يعني مثلا المواني والمطارات المواني والمطارات يبقى كلها تحت سيطرة الدولة بعد كده بقى الاقتصاد يبقى مفتوح يأما قطاع خاص يأما قطاع عام يأما المختلط ومعظم التجارب الستي دول دي أسست اقتصادها على نمرة ثلاثة أكتر نمرة ثلاثة أكتر وبعدين احنا مش عايزين حساسية في الكلام ولازم نصلح الخطة بطريقة يعني فنية تخدم الخطة وتنفيذها يعني أضرب مثل واحد بس يعني ماليزيا لما بادئت الخطة بتاعتها في سنة 1991 بمهاتير محمد وده رجل طبيب لكن رجل سياسي من الدرجة الأولى قال كتب كتاب اسمه فيجين 2020 مشهور وكلاسيكي في معرفش الترجم بالعربي ولا لا لكن لما عمل الخطة ديا قال لك فكرتي ان انا انظر شرقا يعني ايه انظر شرقا يعني اخد التجارب الصينية واليابانية اكتر لان هما قريبين ان هما جنبهم ويعني عندوا حساتي شوية من الغرب لكن بعد سبع سنين قال لك ان انا مقدرش عيش انا من غير ان انا اخد التكنولوجيا من الغرب فده غير الموضوع كاملة نفس الحكاية في الصين والبرازيل وجنوب افريقيا وتركيا صلحوا العملية دي فده يعني نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها انا اتكلمت على الحكاية ديا ودي ارقام يعني ملخص ديا ان من تقليل الاستهلاك ان رأس المال الوطني بياخد 40% والاجنبي المبشر 30% والقروض الوطنية والاجنبية 20% والمضاربة في البرصة 10% للأسف المضاربة في البرصة في مصر هنا كبيرة جدا في الاستثمارات ودي مش من مصلحة الاقتصاد عامة العدالة الاجتماعية بقى في بقى طبعا وسائل كتيرة ويعني انا سرد سرد توضيحي كبير ان لازم لازم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بتعتمد على التنمية الاقتصادية بس مش كفاية يعني ايه مش كفاية يعني في تجربة البرازيل لما عملوا الحسابات وشافوا ان هم هيعملوا تنمية اقتصادية ممكنة في السنوات القادمة 7% في السنة كواس كده لو خدوا 7% الزيادة دي خدوها كلها وصرفوها على الفقرة خدوا التنمية الاقتصادية 7% وصرفوها على الفقرة لو ان ان دي مش كفاية ليه لان هو بيدي اعانة للفقير لكن ابنه بيخش فيه عداد الفقرة في الجيل الجاي واحفاده واحفاده ها فهي القصة مش حكاية تدي له فلوس يعني انا بستعجب ان داس مثلا مجتمع المدني اللي عايز ينظم الاشوائيات يعني ازاي ينظمها ده مفروض تغطيط دولة وتبقى منظمة وفي نموذج الناس تتابعه او مثلا يقول ان هو يعني هيساعد الفقرة بكيلو لحمة ايوة كويس لكن انت لو ديته كيلو لحمة كل يوم لغاية ما ربنا يفتكره هتعمل ايه في ابنه اللي مش لها شغلة ولا مش لها وظيفة وبنته التانية والتالتة والربع فلازم يكون عندنا لنحيتين الناحية ان التنمية الاقتصادية دي فيه عدالة في التوزيع وفي نفس البقت ايه يبقى فيه من نظام ان هو ازاي تخرج الفقير ده مرة وحدة ويثبت برا المجموعة وتنظيم الفقر دي فاللي هما الست دول دول يعني انا مش عايز اخش بقى على التفاصيل بتاعة كل دولة الوحدة لان انا اخد وقت كتير جدا من الندوة لكن هي موجودة موجودة في الفيسبوك اللي هي البرنامج قبل الرئيس والصفحة بتاعة عصر مصر asregypt.com انا كتبت برضو المراجع اللي عايز يعني